كما نقول الأخبار الآن ما تضر متى ضرتنا يوم تابعناها صح؟ لو ما تبعت صار شي بالكون؟ لا الأخبار وفلان وزار فلان والدولة الفلانية وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والعالم وكذا لو ما تبعت تفرك لا تفرقت القرآن تابعته ما استفدت شيء ومكررة وضع عمرك ولا استفدت شيء هذه قضية عظيمة شوف اللي ما يتبعنا الأخبار وإن كان ما فيه أحد إلا نادر كما نقول معاد الشيخ بن عظيمين وغيره استفادوا تقول ما فيه فائدة من يوم طلعنا الدنيا ونسمع فلان وفلان شك